كيف فينا نوضح هذه الحقيقة اللي فعلا الناس بتجهلها حقيقة كون أن المسيح ابن الإنسان أتى المسيح كابن الإنسان قلنا لكي يذوق بنعمة الله الموت فبالنسوتي سوف يموت لأن اللهوت لا يموت أتى لكي يكون قريبا من البشر المعوزين المسكين المنبوزين فمثلا أتوقف عند آية وردت في متة 11 قال عن نفسه جاء ابن الإنسان يأكل ويشرب فيقولون هو ذا إنسان أكل وشريب ده الدعاءهم عليه والشريب خمر هم قالوا عنه كده لكن هو كمن بيكمل محب للعشرين والخطى فأتى المسيح لكي يكون قريبا من العشرين المنبوزين والخطى بنسوتي كيف له وهو الله أن يقترب من المنبوزين إلا عندما يتخذ جسدا ويحل بيننا بخيمته ويساكننا ويشعر بألامنا وكان جميع العشرين والخطى يدنون منه ليسمعوه لأنهم وجدوا فيه إنسانا راقيا إنسانا قدوسا محبا لهم بيقبالهم رغم عيوبهم لكن بيغيرهم هذا هو المسيح ابن الإنسان ترجمة نانسي قنقر